عشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة دكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية ازايكي دكتور أمل؟ اعمل ايامال؟ ازايكي احلى سالي في الدنيا اه بارك يا حبيبتي اي رايك في بيت العيلة يا مال؟ هنعيد تاني هو عشان التكرار يعلم الشطار بوسي انا حب يعني انه عنوان بيت العيلة ده مش هو الاساس من وجهة ناظري هو عنوان ومشكله كتيرة وفيه احصائيات وفيه حركات وكده ولكن المشكلة الحقيقية من وجهة ناظري لما قريت القصة يعني القصة دي محتاجة تحليل اكتر من اي حاجة تاني ايه بقى؟ دي جماعة فيه حاجة اسمها ثقافة ثقافة شعب ثقافة مجموعة من القرى او من المحافظات اصدقى على المناطق انه الارياف غير محافظات زي اسكندرية والقاهرة بجد تختلف؟ اه طبعا اه طبعا ففيه يعني طول عمر يعني مش عايزة اظلم بيت العيلة لانه زمان بيت العيلة ده كان ليه مفهوم غير دلوقتي خالص كان حنية كان دفا مفهوم العيلة ده كان الاصل بيت العيلة ده كان الاصل والاستثناء هو اللي بيستقل طبعا يعني بيت العيلة ده من اول فيلا او عمارة خاصة بجنينة خمس دوار بكل حد ليه دور وليه كده وبيت العيلة ده من اول اوضة كان دفا ولاد العمام يلعبوا سوا ولاد الخلات وتلاقي كله مالموم بنتغدى سوا في رمضان يجمعنا سوا العمام والخلات والخلات الجو ده احنا مفتقدين واصلا زمان الناس كانوا اطيب بتحليلك النفس خلينا ما هو بالضبط كده هو ايه اللي جارة في المجتمع كله عايزة عرف احنا ليه كده انا مش عارفة فيه ايه يعني احنا بنعود كمحللين او كنفسيين او درسين بنعود احنا ملناش دور ونحن نحاول نفهم هو فيه ايه يعني زمان الناس كانوا اطيب الناس كانوا اكتر مترحمين كانوا اصلا بيعذوروا بعد كانوا اصلا عندهم صبر اكتر كان اصلا عندهم مفاهيم وقيم تخص الأسرة تقولي انه ساقف المطالب ترفع قوي بالنسبة للناس ممكن تكون التكنولوجي كمان يعني حتى الاطفال بقوا يتفرجوا على حاجات التكنولوجي بساق اطفال اطفال اختلفت والمراهقين اختلفت والكبار اختلفوا يعني احنا بقالنا يعني حبة حلوين في حاجة بتحصل في طاقة الكون وفي الثقافات كلها حتى مفهومك كبير مش زمان كان فيه حد كبير في العائلة كده كلنا نستشير ويبقى طيب ويقول كلمته ومالرشن تانيها احنا ده مش موجود تقريبا دلوقتي ما فيش ساهم لو لقي في صديق او صديقة كده تبقى حاجة يبقى انت مرزقة لكن الخال او العم او الجد او الجدة اللي هي بتدير الامور بحبه بجبروت برضو بس بحب بس الدنيا ماشية هي بتقوم توزع المهام الصبح على انت هتعملي كده وانت هتعملي كده وكان فيه رحمة يعني بتوزع حاسة بعقل انا عايزو لك الانت مدأسي كلام ايو بدأسي كلام